تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعوة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفده من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال اللقاء رحب سمو بمعالي الدكتور الحجرف معربا سمو عن تمنيات مملكة البحرين لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل النجاح والتوفيق من جانبه عرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العمل الخليجي المشترك وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار والازدهار